بسم الأب والابن والروح الكدس الإله الواحد آمين في قلب الاعتراف يوجد يسوع ينتظرنا ويسغي إلينا ويغفر لنا كلمات البابا فرانسيس للي كلنا أخوات أخوتي الأحبة اليوم ما دعوين أن نصليله برحلته اللي عم بيقوم فيها ببغداد بالعراق لربنا يكون معه ويكون هالرحلة مسمرة وتعطي كل ما للكنيسة من ثبات من شهادة حقيقة ومن خلالها يكون في سامة خاصة السلام والمصالحة بهالشرق فربنا يكون معه ويكون بخلال هالرحلة اللي عم بيروح فيها العراق كل خير على كل الناس إذا أقلرات تودعنا أمنى الكنيسة المارونية بهالحد الثالث من إحد زمن الصوم قدام شفاء جديد من بعد شفاء الأبرس والمنزوفي سمرت إيمانون نتوقف اليوم مع قصة شفاء من نوع آخر شفاء بيطال أعماء الإنسان المتألم شفاء الحرية المريضة اللي بتقدي بالإنسان لفقدين أثمن ما بيملك فقدين هوية ابن الله من بعد الإيمان تجي التوبة ونحن في زمن الصوم اللي هو مسير التوبة مع يسوع باي وابنين بكل واحد منهم منلاقي شوي من هوية كل واحدة وواحد منا داش من الأوقات أخوتي أخوتي منفتش عن التحرر منريد بتحطيم أيود تربطنا بأله أو بعيلتنا أو بمجتمعنا منرغب بكتير من الأوقات أنه نترك كل شي نقلل من أهمية للي منملكه ومنفتش عن سعيدة القلب بعيدة عن الله اللي هو أساساً ينبوع ومصدر كل حياتنا وكل خيراتنا داش منشبه هالابن الصغير وخصوصاً بهالأوقات والأزمة اللي عم نعيش فيها بهالوقت منريد أن نكون أسياد على أنفسنا فمنترك الآيب السماوي منغادر بيتنا الأبوي ومنبتعد عن الكنيسة وعن الجماعة المؤمنة ومنصير رايحين عم نفتش وراء شهوات ورغبات وملزات بتروح مباشرة وما بتروي زم قلبنا للسعادة الأعمى والحقيقية منفتش عن سعادة منصطدم بتاعيسة وجودنا الفارغ نسعى وراء حريتنا فمنلاقي أنفسنا مستعبدين لحقارة لزيتنا ورغباتنا الجسدية والمادية ولدنائة الخطيئة المتربصة فينا نتعب من قزارة الخطيئة نتقلم من جراح معاصينا فبتصير أعمالنا أحمال طقيلة على كواهل ضميرنا ومنطوق دايماً أنا نتحرر مننا أخويت أخوتي قصة خطيئة هالابن الصغير هي قصة كل واحد وواحد مننا لما منعيش الخطيئة وبالوقت نفسه قصة توبته كمان ممكن تكون مثال لأننا نحن كمان نعيش التوبي مثل هالابن بعودته إلى أحضان بيه خطيئتنا للسماء لأله للي حبنا فجوابنا على محبته بأن ابتعدنا وبعدم أن نكترس أنه دايماً ناطرنا دخل الله معنا بعلاقة حب وصداقة فتركناه رافضين محبته ومستسلمين لروح العالم وكل شي بيتطلبوا منا حتى أن نكون بحالة استعباد صح خطيئة للسماء ولكن كمان نحن خطيئتنا للسماء هي بالوقت نفسه خطيئة تجاه أخوتنا البشر خطيئنا لكنيسة يسوع المسيح خطيئنا لخيئنا الإنسان وخليني يكون عبد لشهواتنا ومصالحنا الخاصة ولنزواتنا مشان هيك اليوم بتطلب من كل وحدة وواحد منا أننا نتقدم من سر المصالحة وسر التوبة للي أديسة البابا فرانسيس بشدد على ما في قلب هذا السر من خلال تعليق وعلنية الصلاة لشهر إدار بالألفين وواحد وعشرين بيقول أديسة البابا عندما أذهب للاعتراف أشفي ذاتي أشفي نفسي لكي أنطلق من جديد بصحة روحية أكبر لكي أنتقل من البؤس إلى الرحمة في قلب الاعتراف ما من خطايا نتلوها إنما الحب الإلهي الذي نطلقاه والذي نحن بحاجة إليه على الدوام بيكمل أديسة البابا بيقول في قلب الاعتراف يوجد يسوع الذي ينتظرنا ويصغي إلينا ويغفر لنا تذكروا دائما هذا أخواتي إخوتي قبل خطيانا يوجد نحن في قلب الله كلمات أديسة البابا ما نهي إلا أن نتأكد لنا اليوم تيكون صومنا كامل بدنا نملك الأليل الأليل من رحمة الله ومحبته لإلنا وبالوقت نفسه بدنا نعيش سر توبي مستمر خلونا نصلي مع أديسة البابا اليوم حتى نعيش فعليا سر المصالحة بعمق متجدد وبهدف أن نتزوّق رحمة الله لا متناهية ونصلي علنية أنه ربنا يعطينا كهنة رحمين مش جلدين على مثال رحمة بين السماوي ورحمة قلب يسوع اللي هو دايما ناطر الإنسان الخاطئ التائب حتى يجعل عنده تيردله حلته الأولى للبسه بالمعهودية فمع أديسة البابا نرفع المجد لبين السماوي وله يسوع مخلصنا وننروح لأدس للي بقود حياتنا نحو الملكوت أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر